اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بلاغ إدارة الدفاع الوطني أفد بأن التوقيع على اتفاق التعويض الصناعي هذا يأتي امتدادا لبرنامج اقتناء طائرات مروحية أباتشي يجسد أيضا الرؤية الملكية الرامية إلى تحديث وتقوية القدرات العملياتية للقوات المسلحة الملكية وكذا بروز قطاع الصناعة الدفاعية بالمغرب اتفاق يتعلق بالخصوص بتعزيز استقلالية القوات الملكية الجوية في ميدان القياس المترولوجيا والتصنيع والإصلاح المركب لمختلف قطع الغيار والهياكل الفوقية وفق للمعايير الأكثر تقدما في مجال الطيران كما يعكس رغبة الطرفين في توطيد الشراكة القائمة بين المغرب والشركة بوينغ الأمريكية من خلال تنفيذ مشاريع استراتيجية مشتركة مع تشجيع بروز قاعدة صناعية وتكنولوجية للدفاع بالمملكة ويعزز الاتفاق أيضا التعاون في مجال البحث والتطوير ونقل التكنولوجيات من خلال تأهيل مكاتب الهندسة المغربية وفق المعايير الدولية في قطاع الطيران وكذا إقامة مركز بحث للتصنيع الإضافي المتقدم بالشراكة مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية في بنغرير وأضاف البلاغ أنه فضلا عن ذلك وامتداد لبروتوكول الاتفاق الصناعي الموقع أمام أنظار جلالة الملك في السابع والعشرين من شتنبر من سنة 2016 بهدف إقامة منظومة لمعدات الطيران بالمملكة المغربية فإن اتفاق التعويض المبرم اليوم ينص على إنجاز شركة بوينغ لدى المصنعين المحليين المؤهلين لحجم من مصادر قطع الغيار بقيمة 150 مليون دولار لتساهم بذلك في خلق فرص الشغل في المغرب والانتعاش الاقتصادي لقطاع الطيران الوطني وخلص البلاغ إلى أنه في ختام الحفل أعرب أعضاء الوفد الأمريكي عن إعجابهم بالمستوى الرائع جدا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الذي حققته المملكة تحت قيادة جلالة الملك مما يجعل من المغرب شريكا ديناميكيا وتنافسيا ومن البرلمان المغربي دانة متشددة لهجمات ممنهجة والدعاءات كاذبة يروج لها البرلمان الأوروبي وفق أجندة مريبة في مرميها ومقاصدها لقاء دراسي نظمه البرلمان بمجلسه لمدارسة خلفية هذه الهجمات التي باتت نهجا ثابثا وركن قائما لدى البرلمان الأوروبي وأول المحاور همت العلاقات بين البرلمان المغربي وهذه المؤسسة الأوروبية حفيظ الهواري والتفاصيل المواطنون المغاربة بالأقاليم الجنوبية يعيشون الحرية والإزدهار والحقوق التي يتمتع بها أبناء هذه الأقاليم الذين يتشبثون بمغربيتهم هكذا طرح رئيس مجلس النواب السيد رشيد الطالب العالمي الواقع المعاش لأبناء الأقاليم الجنوبية متسائلا في نفس الوقت كيف للبرلمان الأوروبي أن يحتضن ويهلل لمن يمجد الإرهاب والعنف ويستغل ذلك في حملات إعلامية مدبرة ومنظمة بصفتي رئيسا لمجلس النواب ونيابة عن زميلي السميارة رئيس مجلس المستشاري أوجه دعوة من خلالكم إلى السيدة رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتصولا أن تطبق النظام الداخلي لبرلمان أوروبا وللنظام الداخلي للجنة البرلمانية إذا كانت هناك فعلا رغبة في عودة هذه العلاقات إلى مستواها القانون نحن لا نسعى أحدا لكننا لن نتدخل في شؤونهم هذه الضوابط التي تم وضعها الآن يجب احترامها من كلا الطرفين وهذه دولة القانون التي ينادون بها يرفعون شعار دولة القانون وهم لا يحترمون الضوابط والقوانين التي صادق عليهم بأنفسهم الوضع المتقدم هو أن تتم مناقشة كل القضايا وليست هناك قضايا في خانة الطابوهات بالنسبة للمغرب فالمملكة المغربية دولة مؤسسات بيننا وبين البرلمان الأوروبي كانت هناك شركة اللي هي من خارطة في إطار الوضع المتقدم وهناك ميكانيزمات للعمل اللي كنا وضعناها جميعا اللي كانت نشتغل عليها منهم اللجنة البرلمانية المشتركة هذه اللجنة البرلمانية المشتركة هي اللي كان من المنتظر أنه جميع الأمور اللي كتهم الأوروبي اللي كتهمنا يمكن لنا أن ننقشها حقوق الإنسان وحرية الصحفة والهجرة والأمن والتبادل الاقتصادي إلى غير ذلك وقضايا التجسس وأي أمور نقشها هنا وندول فيها وتكون وجهة نظر المغربية وتكون وجهة نظر البرلمان المغربية وأنا ذاك يمكن لهم أنهم يمكن لهم نقشها في لجانين أخرى إلى غير ذلك لم يتم العمل بهذه الآليات إذن لم يتم العمل بهذه الآليات هذه تعني بأنه ما بقتش صالحة ما بقتش يشتغل بها الأوروبيين إذن ما بقتش يعني أساس للشركة إذن نحن في إطار إعادة النظر في هذه المسائلات يعقدوا البرلمان المغربي بغرفته مرة أخرى جلسة أخرى ولقاء انتواسولي لجديد تعبئة طبيعة الحال في إطار قراءة لطبيعة هذه العلاقات والحديث عن المواضيع التي أتيرت في إطار الأكاديب والافتراءات الباطلة والمضللة التي يروج لها خصوم الوحدة الترابية وخصوم الخصوم الذين يرغبون في زعزعات العقيدة التنموية للملكة المغربية نحن كمغربا كبرلمان المغربي نحسين على أن هذا البرلمان الأوروبي وهذه الآلية أساسية التي ن finale منها المجموعين هي الجنة المغربية المشتركة لما تحتاج أن تتناقش معاقق لا يخاجون هذه القضايا أو جدهم معاقق من قدومهم وق Rome كل شيء يطرحون داخل الجنى هذا الموقع الأصلي 음م نقاشات مجالاة Lassch villages حيدوا هذه اللجنة المشتركة ويهدروا لها خارج نطاق المؤسساتي اللي احنا بنينها مجموعية الآن الأولى مش نعملوا هالتقييم الشامل وطبعا هالتقييم الشامل اللي تكون فيه واحد اللي جان مضعاتية هالتقييم اللي جان مضعاتية تكون فيه هالتقييم اللي هي مهمة جدا اللي غادي تشوف هالتقييم القانوني وغادي تكون يعني كذلك فيه لجان أخرى يعني طيمتيك واللي من بعد يعني غادي تكون فيه هالتقييم غادي تكون عنده واحد النتائج ذلك النتائج هي اللي غادي يمكننا نرسوم على البرامة الأوروبي ونعملوا هالتقييم 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 غادي تكون فيه عن النقاش وغادي نشوفوا اشنه هو المستقبل لهذه علاقة هيا خاف الوقت لكل جزيم التطور لتعرفوا المغرب في كل المجالات وخاصة ما صار بين الديمقراطي المغرب وتتبيت دولة الحق والقانون إصلاح العدالة استقليات القاضاء تخرج بين الفينة والأخرى علينا واحد الجهات معينة معادية للمغرب والمصالح دياله بتقارير معدة بنية بسؤنية مبيتة واضحة المعالم والغايات الجيو السياسية حتى مناصرات أطرحات تدعو إلى الإرهاب والعنف هو ضرب الاستقرار بالمنطقة علاقات المغرب بالاتحاد الأوروبي مبنية ومؤثرة بالقانون وهناك ميكانيزمات للتشاور والحوار السياسي بين مختلف المؤسسات في المملكة المغربية وفي الاتحاد الأوروبي اليوم واش بغت البرلمة الأوروبي دير ويساية للمغرب أو لا هو أصبح درجة من درجة تقاضي في المغرب يعني أن محكمة ابتدائية استناف محكمة النقد ثم البرلمة الأوروبي إذن هذا كله غير مقبول هو المهم هو المواطن هو الوطن هو الجبهة الداخلية القرار الأخير اللي اخداه البرلمة الأوروبي فيما يخص ما سماه بصحفيين في المغرب هناك نعرف كاملين بأن القادية اللي كيشير لها البرلمة الأوروبية تتعلق بالحق العام الصحفية دعاة واحد الصحفي يعني لا علاقة تطلبوا البرلمة الأوروبي من المغرب أنه يدخل في القادة القادة هرام عروف دوليين والمغرب مقع على واحد العدد دي الاتفاقية الدولية لما يمكن تدخل في القادة المغربي اللي هو جيد ونزيه ومستقل البرلمة الأوروبي فيه ناس جيدين عقلاء يعني كيقدروا المصالح دي البلادهم والمصالح دي المغرب وكيحتار ملتفاقات لكن كينا جيات أخرى للأسف الشديد تخضعوا الابتزاز من طرفه اللي كعرفوا الجامع دولة جارة للأسف الشديد واليوم بدأت بالصحفة بغي بغي دزول البيغاسيوز مشت زيارة للمؤتمر دي الافتين دوف بغي نعاو تيني لإذا الهدف باندبه هو الصحر ليس للبرلمان المغربي أي عقدة لمناقشة البرلمان الأوروبي في أي قضية شريطة احترام جدول الأعمال باللجنة المشاركة وهذا الجدول هناك من يصهر على تحديده وحضور المغرب في اللجنة المشتركة مع الاتحاد الأوروبي في بريكسيل هو حضور مؤسساتي قانوني مصادق عليه المغرب أثبت أنه يحترم دائما انتزاماته لكن يتم اليوم تهريب النقاش من المؤسسات والفضاءات القانونية إلى الكوالس والمناطق المكهربة محور آخر تناولته مداخلات البرلمانيين ومماثلين المجتمع المدني لجانب خبراء ومتخصصين في مجال القانوني في هذا اللقاء الدراسي نتحدث عن توظيف البرلمان الأوروبي المغرد لقضايا حقوق الإنسان والسيدافه للوحدة الترابية للمغرب برلمانيون ممثل المجتمع المدني حقوقيون متخصصون في مجال السياسة والقانون التأموا في هذا اللقاء الدراسي والإعلامي لإماطة اللثام عن خلفيات وأبعاد الهجمات العدائية التي شنها البرلمان الأوروبي ضد المملكة مداخلات ومرافعات صلتت الضوء على توظيف البرلمان الأوروبي المغرد لقضايا حقوق الإنسان واستهدافه للوحدة الترابية للمملكة في إطار سياسة الانفتاح لتنوير الرأي العام الوطني والدولي والتنديد بسلوكات تؤسس لتقاليد جديدة من التدخل في الشؤون الداخلية للدول وبإصدار توصية غير ملزمة وما عنده تشويق على العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي لأن هذا برلمان الذي يشرعه ولكنه فقط توصية ما عنده شيئا مكبير إلا أنه رد الفعل المغربي كان في المستوى كلهم نادوا وردوا على هذه التوصية لتطرق الواحد العدد دي الأمور اللي فاتت عليها على الأقل ثلاث سنين هذه حرية الصحافة الحمد لله في المغرب وكأنها حرية ما زال بعد الدول الأوروبية كتشوف المغرب منظرات مبهامة أوباك اللي هي ما جاتش موخدنش مع الاعتبار تطور أساسي اللي عرفوا المغرب منذ دستور 29 يوليوز 2011 اللي كان فيه واحد العداد دي المنجزات فيما يخص حقوق الإنسان هذا الهجوم الذي إذا دل على شيء يدل على أن بلادنا تسير في مسار تنموي قوي ولو يمكن لهذا البرنامال الأوروبي الذي لا طالما كان مكانا لجميع القضايا التي تهم الدول أن يضرب بلادنا إلا وراء فيها أشجار مثمرة للعمل الحقوقي الجاد ولسياسة تنموية اليوم تتعبأ كل مكونات البرنامال للدفاع عن قضيتنا العادلة اللي هي القضية الصحراء المغربية ثم للدفاع عن مجال حقوق الإنسان اليوم نستشهد بالمكتسبات وفي الرسيد المتراكم الذي حققنا في مجال ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان واحترام بلادنا لكل المواثيق الدولية بينما حققته المملكة من نجاحات على مستوى الإصلاحات المؤسسة والخيار الديمقراطي الذي اختار المغرب أن يسير فيه وتعزيز الولوج للحقوق سواء كانت حقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية ولكن أيضا حقوق مدنية وسياسية بين كل هذه النجاحات وبين ما نراه من حملة لا يتجد ما يبررها من طرف البرلمان الأوروبي أطرح السؤال هل البرلمان الأوروبي يريد أن يعصف بهذه الشراكة اليوم المتقدمة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي التحدي اليوم أمام البرلمان الأوروبي ليدرك أن هذا الخيار الذي اختاره المغرب في السير بنجل تعزيز حضوره في شراكة متقدمة والاتحاد الأوروبي هو خيار ليس لإرضاء أي جهة أو عدم إرضاء جهة أخرى ولكن أيضا هو خيار يخدم المغاربة أولا ويخدم الوضع الذي اختاره المغرب النفسي على الواجهة الدولية كفاعل في القضايا الدولية من مواقع متقدمة المملكة المغربية ليست مجبرة على أن تدلي بشهادة حسن السلوك في مجال حقوق الإنسان دولة الحق والقانون والمؤسسات تواكبها وتراقبها صحافة حرة متعددة وناقدة ومراقبون بمن فيهم الأوروبيون يدركون جيدا تفرد النموذج المغربي في محيطه الإقليمي مقابل تقديرات من البرلمان الأوروبي مجانبة لصواب غير مبنية على أي أسس تؤكد اعتمادها على تقارير أحادية معدة تحت الطلب لاستهداف الوحدة الترابية للمملكة ولمكتسبات حقوقية إلغاء البرلمان الأوروبي لصوت الضحايا الاستماع الضحايا المعاناتهم الجرائم الجنسية التي ارتكبت في حقهم وحقهن هادو نساء هاد الكيل بميكيالين دو فونت ميزور لكي تعمل به البرلمان الأوروبي من كي يتعلق الأمر بضحايا اعتداءات جنسية في أوروبا كل أوروبا كل الدول الأوروبية كالضامن مع الضحايا لا مجتمع ولا مؤسسات ولا مجتمع مدني إلى غير ذلك ولكن عندما يتعلق بضحايا في مجتمعاتنا مع الأسف يتم كما هو الشأن اليوم بنسبة البرلمان الأوروبي استغلال هذه القضايا نحن نعرف الدوافع والخلفيات من وراء هذا الاستغلال لمغرب در الإنصاف والمصالحة لهذه اللي كان جبر الضرر دير وحد العدد دير ضحايا دير حقوق الإنسان كاللمحاكمة العادلة المتهمين عندهم الدفاع ديرهم أكثر من هذا هذه المحاكمة اللي كانوا مراقبين دوليين في مقابلة مثلا قدميزي كانت ما يزيد على 85 مراقب دولي في قضية الريف كانوا ما يزيد على 60 مراقب دولي ووطني هذا شيء كله يجعل أنه الإنزازات الكبرى التي حققتها الدبلوماسية الملكية فيما يخص قضيتنا الوطنية اختراق عدد دول إفريقية اللي كانت قلعة دول الخصوم دينا الاعتراف الأمريكي الاعتراف الفيدرالي بألمانيا الفيدرالي بإسبانيا يجعل بأنه حكام الجزائر يستعملوا الموارد المالية التي تجيبها البترول لأغراض لا علاقة لها بتنمية ولا تختم الشعب الجزائري الشاقيق ما يقوم به طيف سياسي في البرلمان الأوروبية يتناقض مع العلاقات بين المملكة والاتحاد الأوروبي ومع الوضع المتقدم الذي يتمتع به المغرب في علاقته مع الاتحاد المملكة بتموقعها الدولي وصعودها الاقتصادي وبمكانتها الدولية والقرية لن تثنيها حملة مغردة على مواصلة مسلسل التنمية الشاملة والتحام كل مكونات المجتمع للتصدي لكل المناورات اليائسة التي تستهدف وحدتنا الترابية حصة المملكة المغربية خلال موسم الحاج لهذه السنة عادت مجددا إلى 34 ألف حاج وحاجة بعد رفع القيود المتعلقة بجأحة فيروس كورونا سيما شرط السن الذي كانت السلطات السعودية قد حددته في أقل من 65 سنة معطن تم الكشف عنه خلال اجتماع لجنة الملكية للحاج المنعقدة في الرباط لطيفة بن حليمة وسامير بركة موسم الحج على الأبواب والحجاج يستعدون لأداء الفريدة هذا العام كما كان عليه الأمر قبل جائحة كورونا اللجنة الملكية للحج أعلنت في الشمعها اليوم عن جملة من المسجدات من ضمنها إلغاء شرط السن الذي تم فرضه العام الماضي وإلغاء حضور المحرم بالنسبة للنساء أقل من 45 سنة وتحديد موعد أداء مصاريف الحج التي ستعلن خلال أسبوع في الفترة ما بين 27 فبراير الحالي و10 مارس المقبل ستتاحوا فرصة الحج لمنى الناس اللي بقاوا من القرآن دي إلى 2019 وغادي ستكمل العدد من لوائح الانتظار نؤكدوا على ضرورة التزام التام بالشرط الصحية عند الفحص الطبي وأنتم شفتوا طلبت السيدة الممتل الوزارة الصحة مش هد القضية لأنه كيمشيوا ناس اللي ما عندهم الشروط تم تحديد مدة قامة الحجاج ما بين 28 و30 يوم من مستجدات موسم الحج هذا العام إمكانية توسيع مبادرة طريق مكة لتشمل إلى جانب مطار محمد الخامس بالدار البيضاء مطاري الرباط سلا وفاس وتهدف المبادرة إلى تسهيل إجراءة سفر الحجاج من خلال إنهاء إجراءات الجوازات والتحقق من الشروط الصحية وفرز الأمتعى في مطاري المغادرة وتم أيضا الإعلان عن تدابير تسجيل لحج العام المقبل بالنسبة لتسجيل لقرعات موسم الحج عام 1445 فترة تسجيل هي من يوم 22 مارس إلى يوم 35 مارس مع اعتماد تسجيل إلكتروني بالنسبة للمترشحين لقرعات 1445 34 ألف حاج وحاجة هي الحصة المخصصة للمغرب هذا العام كما جرت العادة في السابق ولا يحق التسجيل لمن سبق لهم أداء الفريدة خلال العشر سنوات الماضية كما تقرر عدم قبول المواطنين الذين تقلوا أعمارهم عن 18 سنة وأولى رحلات من المملكة ستنطلق أوائل شهر يونيو المقبل حداد وحزن وفرق إنقاذ تسابق الزمن والظروف المناخية الصعبة والهزات الارتدادية لانتشال الناجين من تحت الأنقاذ مشهد مأساوي تعيشه تركيا والسوريا عقب الزلزال العنيف الذي فاقت حصيلته المؤقتة 11700 قتيل وما يزيد عن 55 ألف جريح نبيل أزرقان في سباق ضد الزمن تتواصل عمليات البحث عن ناجين بين الأنقاذ بعد يومين من الزلزال المدمر الذي أودى بحياة أكثر من 11 ألف شخص في تركيا وسوريا وشرد أعدادا لا تحصى في ظل البرد القارس وتخشم نظمة الصحة العالمية من أن يصل عدد الضحايا إلى 20 ألف قتيل وقدرت عدد المتضررين من الزلزال بـ 23 مليون ومن جانبه أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ارتفاع عدد القتل في تركيا إلى أكثر من 9 ألاف وعدد الجرح إلى ما يفوق 52 ألفا فيما تجاوز عدد المباني المنهار الـ 6 ألاف وقالت إدارة الكوارث إن نحو 100 ألف من عناصر البحث والإنقاذ يعملون في المناطق المنكوبة وأوضحت السلطات أن الساعات المقبلة حاسمة لإنقاذ المحاصرين بين الأنقاذ وقد دخل القرار الرئاسي بتطبيق حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر في المناطق المنكوبة حيث التنفيذ بعدما قال الرئيس التركيين البلاد أمام أكبر كارثة في تاريخها وفي غضون ذلك ارتفع عدد ضحايا الزلزال في عموم سوريا إلى أكثر من 2900 كما بلغ عدد المصابين أكثر من 5000 مما يرفع حصيلة القتل الإجمالية في كل من سوريا وتركيا إلى أكثر من 11 ألفا وقالت فرق الدفاع المدني المعروفة باسم الخوذ البيضاء شمال سوريا إن عدد الضحايا مرشح للارتفاع في ظل صعوبات في الوصول إلى بعض المناطق المنكوبة ونقص الإمكانات والمعدات الثقيلة وبرودة الضقص في موضوع آخر عقد مجلس التنمية والتضامن ندوة سلطت الدواء على موضوع الاستثمار في ظل تحاولات الراهنة من أجل مواكبة توجهات المثاق الجديد للاستثمار وخلق فرص جديدة وتطوير قطاعة واعدة سيهان بوخلي في سعد الجاسي وعاد الحنين الشميعي ندوة من خلال محاورها ناقشت فرص الاستثمار الجديدة التي تواكب المثاق التنفسي الجديد للاستثمار والذي يندرج في إطار روحي وطموح النموذج التنموي الجديد من خلال الرفع من حصة الاستثمار الخاص لتبلغ تلتي الاستثمار الإجمالي في أفق 2035 الاجتماع اليوم سيعطي الفرصة لجميع المغاربة في القطاع الخاص والقطاع العام تنزيل استراتيجيات وسياسات تسرع وطيرة إنجاز المشاريع وتحدث مناصب الشغل للشباب وتواكب روح التجديد والقطاعات الوعدة من بين أهم المحاور التي تمت منقشتها خلال هذا اللقاء هي فرصة لتبادل النقاش مع عضاء مجلس الثانمية والتضامن مؤسسة فكرية جد مهمة اعتادت بلورة وتقسيم الأفكار بأشكال جديدة من أجل تنزيل هذا المتاق وأيضا تطبيقه بشكل جيد وعادل على أرض الواقع وخلق فرص عمل جديدة دور ريادي يطلع به القطاع الخاص الوطني وفق رؤية جديدة تسعى إلى تعزيز جاذبية المملكة من أجل جعلها قطبا قاريا ودوليا للاستثمارات مع توجيه الاستثمار نحو قطاعات الأنشطة ذات الأولوية ومهن المستقبل ومن دون مفاجأة انتهت مباراة نسف نيائي كأس العالم الأندي لكرة القدم التي جمعت الأهلي المصري وريالمدريد الإسباني لصالح الأخير بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ويلاقي بذلك فريق العاصمة الإسبانية الهلال السعودي في المباراة النهائية وكان فريق الهلال السعودي أولى المتاهلين إلى المباراة النهائية الكأس العالم الأندي عقب تغلبه في مباراة نسف النهائية الأول على حساب بطل أمريكا الجنوبية فريق فلامينجو البرازيلي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين اللحظة مشاهدين أن توقفوا عند جديد حالة التقسي في بلادنا مع سلاف السريعي بساء الخير مجاهدين وأهلا بكم إلى النشرة الجوية في نشرة خاصة للمديرية العامة للأرصاد الجوية من المساوى المرتقالي تتوقع هبوب رياح قوية ستتراوح سرعتها ما بين 75 و95 كيلومتر في الساعة بتطوى الفحص أنجرى المضيق لفنيدق بطنجا وكذلك بأصيلة وبسرعة ستتراوح ما بين 75 و85 كيلومتر في الساعة بالنظور للحوز قادر دوتانان تيزنيتش تكايت بها انزقان ايت ملول بتارودانت سيدي افني طنطان وبقلمين ابتداء من يوم الجمعة وإلى غاية يوم الأحد هذا وتتوقع ذات المديرية نزول أمطار قوية ستكون مصحوب أحيانا بعواصف طيلة يوم الخميس بمقاييس ستتراوح ما بين 25 و35 مليمتر بأوسرد وكذلك بواد الذهب كما ستشهد مناطق ترداد الحوز الشيشة وورززات وكذلك تيزنيت ستشهد تساقطات ثلجية بصمك سيطرة وحما بين 5 سنتيمتر و20 سنتيمتر طيلة يوم الجمعة هذا وستكون الأجواء باردة بالمرتفعات بمنطقة الشرق بالجنوب الشرقي وبالسهول الداخلية وستكون الأجواء دائما غير مستقرة مع نزول أمطار ستكون أحيانا مصحوبة بعواصف بأقصى الأقاليم الجنوبية فيما ستهم أمطار ضحيفة منطقة الريف والواجهة المتوسطية مع انتشار قصة الضبابية بالسهولة الشمالية والوسطى وبمنطقة الشرق معه بوبرياح نسبيا قوية على طول الواجهة المتوسطية وبمنطقة تنجا بتنجا ستصل لدرجات الحرارة العليا إلى 15 درجة وستسجل كذلك بوجد 16 درجة بفيقيك 17 درجة بالحسيمة 21 درجة بالريبا 19 درجة بالدرجة 22 درجة ستسجل بمدينة مراكش 25 درجة بأقدير وبالحيون كأعلى مقياس 21 درجة بالدخلة و17 درجة بمدينة الكبيرة وعن حالة البحر سيكون من الواجهة المتوسطية وبسواحل البوغاز سيكون هائج إلى كثير الهاجان وما بين تنجا والعرائش سيكون هائج إلى كثير الهاجان بحلو سيصل إلى 13 أمتار بين العرائش وطنطان سيكون البحر هائج بحلو ستراوح ما بين متر ونصف ومترين ونصف وبباقي السواحل سيكون البحر هائج أو سيكون قليل الهاجان الهائج بحلو سيصل إلى متر يليد على إخواننا البحار أخذ الحيطة والحذر شكرا على طيب المسابعة مشاهدنا وعود إلى بلاتو الأخبار خطاما مشاهدين هذا تذكير بأهم مجاة في النشر البرلمان المغربي بمجلسيه يومي طل الثام عن خلفيات وأبعاد الهجمات العدائية السافرة والمتكررة التي يشنها البرلمان الأوروبي ضد المملكة خلال القائن دراسي وأعلمي نظم بالرباط حسة المغرب خلال موسم الحاج المقبل تعود مجددا إلى 34 ألف حاج وحاجة وشرعه في أداء المصاريف سيبدأ من 27 فبراير المقبل موطيات انكشفت عنها وزارة الأوقاف وشؤون الإسلامية خلال اجتماع اللجنة الملكية للحج شكرا على طيب المتابعة إلى اللقاء